السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم الحافظة لله بالصف الثالث بدرس جديد من الرياضية جمع البيانات وتنظيمها رح نتناول مفردات جديدة ان شاء الله ونعرف كل واحدة منهم البيانات وجدول الإشارات جمع البيانات هي مجموعة من الحقاق والمشاهدات اللي أنا بحصل عليها عن طريق بحثي وتسمى المعلومات اللي أنا حصلت عليها بيانات مثل أنا أعطتك واجب أنا أعطتك واجب بحكي لك جمع لي بيانات حول تناول الطلبة للأطعم الصحية والأطعم الضارة خلال وقت الفرصة وانت بتقوم بجمع البيانات والبحث عن تناول الطلبة عن طريق المشاهدة انت بتشوفهم وبتشاهدهم أو ممكن تسألهم وبتسجل هاي البيانات والمعلومات اللي انت حصلت عليها إما على شكل أرقام أو أشكال هاي المعلومات اللي انت حصلت عليها تسمى بيانات الأعداد أو الأشكال اللي انت حصلت عليها حكينا سميناها بيانات رح نجمع هاي البيانات باستخدام الإشارة ونتعامل معها بشكل أسهل وأسرع رح نصمم جدول بيحتوي على الأصناف والأعداد وجدول آخر بيحتوي على جدول الإشارات وجدول الإشارات بتكون الإشارات فيك التالي لما بتحكي مثلا واحد بتكون الإشارة فيك بهذا الشكل اتنين يعني إشارتين ثلاثة شهتات مثل هيك إشارات طبعا هاي اسمها أربعة بهذا الشكل أربع إشارات خمسة بحط أربع إشارات والخامسة بالعرض بتكون الخامسة هاي شايفينها بتكون بالعرض رح ناخد ألو إياكم سؤال طلب معلم من طلبته إحدى الأنواع من الفواكه طلب معلم من طلبته إحدى الأنواع من الفواكه التي يفضلها كل طالب من بين الأنواع التالية أحكى لهم جيبوا كيوي موز وبرتقال طبعا الأستاذ سألهم عن كل طالب إيش بفضل وبحب وسيم على إجاباتهم قام بترتيب إجاباتهم بتصنيف عدد كل فاكهة في مجموعة صنف كل فاكهة يعني في طلاب يحب الموز حط الموز بمجموعة في طلاب يحب الكيوي حط الكيوي في مجموعة في طلاب يحب البرتقال حط البرتقال في مجموعة لأنه هيك أسرع لما سمع إجاباتهم صنفهم في مجموعات مشان يعرف كل طالب وكم من عدد الطلاب اللي بحبوا طبعا أول إشي لما الأستاذ حدد عدد من كل نوع التي يفضلها الطلبة هاي المعلومات اللي حصل عليها تسمى البيانات عرف أكم من طالب بحب الكيوي حطهم في مجموعة وكم من طالب بحب البرتقال وأكم من طالب بحب الموز طبعا بعد هذا الاشي راح يسوي جدول الإشارات جدول الإشارات زي ما احنا شايفينه في عنا الكيوي اللي حطناه في مجموعة الأولى والبرتقال في المجموعة الثانية والماز في المجموعة التالتة طبعا هلأ رح نعمل بجدول الإشارات نعرف أكم من طالب بيحب الكيوي وأكم من طالب بيحب البرتقال والماز نرجع للمجموعات اللي عملها الأستاذ ناخد أول مجموعة اللي هي الكيوي وين هالكيوي هلأ أنا وياكم رح نسجل كالتالي لما أنا بدي أحط الكيوي بجدول الإشارات طبعا أنا بحط عندها إشارة هاي أول وحدها طبعا لما بدك تسجلها لازم نشطبها أنا هيك شطبتها بروح نجدول الإشارات وبسجل هلأ سجلت عندي الكيوي إشارة اللي أنا شطبتها أول وحدة برجع مرة تانية بشطب هيا أنا عندي أول وحدة بدي أشطب على الثانية أي وحدة بسجلها بجدول الإشارات لازم أشطبها أي وحدة بسجلها عن جدول الإشارات لازم أشطبها هاي اتنين بدنا نخلصها بزا أرجوك كيف لما يكون عندي خمس حبات من الكيوي كيف أنا لازم أعمله هاي التالتة هاي الرابعة هاي الرابعة هلأ عندي أربع طلاب بيحبوا الكيوي أربع طلاب بيحبوا الكيوي هيك صار أنا عندي أربع فيه كمان خامس فيه كمان خامس هاي فيه خمس طلاب أيضا بيحبوا الكيوي طبعا هدول الإشارات السود اني أنا شطبتهم وسجلت عندي بجدول الإشارات عندي واحد اتنين تلاتة أربعة احنا سجدنا بجدول الإشارات أربع طلاب بيحبوا الكيوي هلأ بنسجل الخامسة كيف بنسجل الخامسة يا تالت أنا عندي أربع ما بسر أحطها جنبيها لا بحطها بالعرض بحطها هون شايفينها؟ هيا هيا أنا حطيتها بالعرض بناتهم يعني حكينا بالخوة هاد الخامس الشخص الخامس هاد الشخص الخامس اللي أنا حطيتها عنده هيدها غير اللون هيا صار عندي خمس أشخاص كيف سجلنا؟ سجلنا الشخص الأول بيحب الكيوي والتاني والتالت والرابع والخامس حطيتها بالعرض هلأ بنكمل بننكمل بنشوف فيه كمان أشخاص بيحبوا الكيوي طلاب آه في عندي لسا ضايل اتنين هاي الشخص السادس بروح نجدول الإشارات وبحط الشخص السادس هيا وبرجع عند حبات الكيوي وبكتب الشخص السابع برجع نجدول الإشارات وبعبي كمان شحطه كمان إشارة تمام؟ صار عندي واحد اتنين تلاتة اربعة والخامس اللي بالعرض ستة سبعة فيه سبع طلاب بيحبوا الكيوي سبع طلاب نتأكد هاي عندي سبع طلاب بيحبوا الكيوي نشوف مجموعة البرتقال أكم من طالب بيحب البرتقال نبلش بأول مجموعة مجموعة البرتقال أول شخص طبعا راح أحط عليها إشارة إني أنا بدأ أسجلها هاي مجموعة البرتقال زي ما أنا شايفة بدأ حط عندها أول طالب بيحب البرتقال نرجع للمجموعة نسجل هاي فيه كمان طالب طبعا هيك الأستاذ سهل على حاله بالمعلومات اللي حصل عليها من الطلاب بشكل أسرع وأسهل صارت هاي أنا عندي الشخص الثاني نشوف هاي فيه كمان طالب بيحب البرتقال برجع على جدول الإشارات وبحط ثلاث تمام برجع على الجدول هون عندي المجموعات اللي عملها الأستاذ وبحط عندي هاي رابع طالب بيحب البرتقال موجودين موجودين في المجموعة هاي هيك أربع طلاب بيحب البرتقال نمشي كمان نشوف المجموعة عندي هاي فيه كمان خمسة هاي فيه كمان طالب خامس بيحب البرتقال هلا كيف تنعمل إشارتها كيف دي أعمل إشارتها حكينا إشارتها الطالب الخامس بالعرض أنا بحطها بهذا الشكل طبعا هسا غير لونها مشان تكونوا شايفينها هايو هادا الطالب الخامس اللي بيحب اللي بيحب اللي بيحب البرتقال نشوف نكمل فيه مجموعة فيه طلاب كمان بالمجموعة فيه عندي كمان ثلاث طلاب هاي الطالب السادس برجع لجدول الإشارات وبسجل الطالب رح أسجل الطالب السادس ونرجع لجدول عندنا ونرجع لجدول الإشارات وبكتب الطالب السادس برجع مرة تانية عند البرتقال وفيه الطالب التامن برجع لجدول الإشارات طبعا الأسود هادا الشحطات اني انا شطبت عليهم وخلصتهم هيك سانا عندي ثمن طلاب بيحبوا البرتقال طبعا رح أحط عند مجموعتهم انه عندي ثمن طلاب بيحبوا البرتقال عندي ثمن طلاب بيحبوا البرتقال نشوف مجموعة الموز مجموعة الموز عندي أول طالب بشطب عليها وبروح عند جدول الإشارات وبحط إشارة طبعا عندي الموز رح نعمل نفس الشي هي أول طالب برجع للمجموعة وبشطب أنه في عندي كمان طالب بيحب الموز وبرجع لجدول الإشارات وبسجل الطالب الثاني طبعا هاي المجموعات اللي عملها الأستاذ بسهل علينا يا تالت أو إحنا بسهل علينا نستطيع تقسيم الأشياء وتصنيفها بشكل أسرع لما أنا سمعت إجابات الطلبة وجمعت معلومات عنهم هاي المعلومات اللي إحنا جمعناها حكينا اسمها بيانات آخر طالب بيحب الموز يعني عند أكمن طالب بيحب الموز عندي ثلاث طلاب بيحبوا الموز عندي ثمان طلاب بيحبوا البرتقال حكينا هاي الإشارة هو طالب الخامس والكيوي سبع طلاب بيحبوا الكيوي هيكي عرفتنا بدرسنا لليوم جدول الإشارات إيش هو وجمع البيانات كيف أنا بقسمهم بمجموعات بسهل علي بجمع معلومات هاي المعلومات اللي أنا بجمعها وببحث عنها تسمى البيانات طبعا أنا سوت لكم واجب أنا سوت لكم واجب هذا واجبكم يذهب الطلب إلى المدرسة بوسائل مختلفة فإذا كان الشيطالب عن طريق الذهاب رح تكون إجاباتهم حافلة مدرسة تكون إجاباتهم حافلة مدرسة درجة هوائية ماشي رح أنت تصمم لجدول مع عدد الطلبة بيستخدموا الحافلة وما أكثر وسيلة ممكن بيستخدمها الطلبة هاتكم العافية طلابي إن شاء الله تكون الحصة مفيدة وممتعة